نمر إلى شأن المغاير وإلى ولاية عنابة حيث يعد مركز مكافحة السرطان بالولاية الأول من نوعه لمكافحة السرطان والعلاج بالأشعة النووية في الشرق الجزائرية حيث كفى العناع عن المرضى بالتنقل لتلقي العلاج التفاصيل مع عبد الناصر قلال وحميد عواتي مركز مكافحة السرطان الملك عبد العزيز السعود واحد من المشآة الصحية التي تدعم بها قطاع الصحة وهو الأول من نوعه لمكافحة السرطان والعلاج بالأشعة النووية في الشرق الجزائري المركز افتح أبوابه في 9 فبريل 2015 في البداية كان غير مصلحة أمراض الأورام وعلى جلب الهلاج الكيماوي السيرفيز دونكولوجي ميديكا اليامل والحمد لله حاليا عدة مصالح زادت فتحت فيها من هذا الوقت من ورانا كانت لغاديو تغابي بعد كانت لبيولوجي موليكولي غدركة علم التشريح كامل متواجد في المركز هذا المرفق الصحي يتوفر على معدات وأجهزة جد متطورة إذ يستقبل الطاقم الطبي يوميا ما يفوق مئة مريضة كما يستقبل 1300 حالة جديدة سنويا علاج أكثر من 1300 حالة وقمنا بأكثر من 25 ألف حصة وهو حضرة سنويا نمتع دراسة حالة ورادة صحة سنويا بكثرة تحمل التشريح كثيرة من 100 ملات لسيوميا كنت في فرنسا إلى ذي مناسبة جديدة سنويا وداوي الدركة والحمد لله يا ربي مركز مكافحة السرطان بأولاية عنابة مكسب للولاية وباقي الولاية المجاورة خاصة أن وضع تحت تصرف وخدمة المواطنين والحرص على الاستفادة من خدماته